مساء الخير أعزائي متابعينا في كل مكان النهاردة إن شاء الله نتكلم على موضوع يهم كتير من حضراتكم الموضوع ده هو النهجان النهجان دايما عرض بيجي ناس كتير جدا تشتكي من النهجان النهجان أو صعوبة التنفس أو تقل في النفس أو كرشة نفس الكلام ده كتير جدا مننا يا بيعانوا منه يا يعرفوا حد بيعاني منه وممكن حتى في الأصحاء بيجي له نهجان لما يبزي المجهود فوق طقته يعني حد مثلا الفيتنس بتاعه مش بيواخد على الجاري مسافة معينة لو جري المسافة دي بيبدأ ينهج وده اسمه نهجان بس أعتقد إنه هو درجة النهجان نفسها بتختلف من حد لحد وبناء عليها بنقدر نقيم درجة المرض النهجان في منه درجات درجات طبقا للشدة فيه درجة الأولى اللي هو بينهج لما المريض يبزي المجهود فوق المعتاد الدرجة الثانية إن المريض ينهج لما يبزي المجهود المعتاد يعني ما يقدرش يقوم بالعمل اللي كان بيقوم بيمبارح وأول مبارح وكده يبدأ عنده لما يبزي المجهود ده ينهج فيه درجة الثالثة إن المريض ينهج أو يجي له صعوبة في التنفس أو يجي له كرشة نفس لو عمل أقل من مجهوده المعتاد وده كده بيبدأ إنه هو أو يعني مع المعتاد والأقل من المعتاد بيبدأ مش قادر يمارس حياته وبيبدأ النهجان ده يمنعه من ممارسة حياته بصورة طبقية الدرجة الأشد والأخطر هي إن النهجان ييجي أثناء الراحة يعني وإنت مرتاح كده قاعد عادي على الكرسي قاعد مريح مفيش مشاكل بيجي لك النهجان أو صعوبة في التنفس النهجان الدرجات دي أكيد التدرج ده تبقى للخطورة وتبقى للشدة يعني الدرجة الأولى إن حد بينهج لما يقوم بمجهود فوق المعتاد دي غالبا بتحدث لناس كتير جدا مننا حتى لو سليم إنه هو مثلا لو واخد إنه هو مثلا بيمشي من بيته مثلا للمدرسة أو من بيته لعمله جاه في يوم مشي أكتر من كده أو جري أو كده وهو مش مهيق لكده ونهج ده شيء عادي لما يرتاح شوية هيروح ولو التزم هيروح ولو كان هو الفتنس بتاعه أحسن من كده هيبقى أفضل من كده ده ممكن يبقى عندي ناس كتير يعني حد مثلا لو طلع سلم عالي قوي ممكن ينهج أو كده ده ممكن يكون شئم الطبيعي لأنه هو الفتنس بتاعنا اللي هو الطاقة بتاعتنا أو الفتنس الرياضي بتاعنا بيختلف من حد لحد لحد يعني فيه واحد مثلا ممكن يطلع عشرة أدوار ما يشتكيش واحد تاني لو طلع أربع أدوار يشتكي فده ممكن اللي اتنين يبقوا في الآخر سلام وده طبقا للفتنس يعني ده رجل رياضي وده غير رياضي ده مثلا رياضي بدرجة كذا وفيه واحد أقل الدرجات دي طبعا الدرجة إن يبقى حد بينهج وهو مرتاح ده محتاج جدا ممكن يخد يدخل مستشفى عشان إيه إيه النهجان وممكن يبقى سبب خطير ممكن يودي بحياته إن الإيه اللي ينهج وهو قاعد يعني شيء مش طبيعي أبدا إن حد ينهج أو يبقى فيه صعوبة في النفس وهو قاعد إيه فيه من ضمن الأنواع اللي هي المستغربة شوية في النهجان أو هي مش مستغربة للدكتور لكن هي مستغربة للمرضى إن المريض ما يجيلوش النهجان غير لما ينام يعني طول ما هو قاعد ما فيش نهجان ينام ينهج طيب ده يعني خارج إطار الثقافة بتاعة العوام أو اللي هم اللي مش عارفين الطب لكن ده بيشوفوها مرضى القلب اللي بيشاهدوني أو أبنائهم أو قريبهم المريض ما يقدرش ينام على ظهره أو لو نم على ظهره يجيلو كرشة نفس أو ينهج ويقوم لما يقعد الدنيا تبقى أحسن ده غالبا بيبقى السبب فيها أمراض في القلب فيه نوع تاني من نهجان اللي هو بيقوم المريض من نوم على كرشة نفس يقوم يقعد وياخد نفس ويحاول إنه هو يحسن النفس اللي هو كان ضايع ده أو كان صعب ده ويبدأ يروح واحدة بواحدة وده برضو غالبا بيبقى من القلب النهجان أسبابه أسباب النهجان هل كل النهجان بيبقى سببه القلب لا مش كل النهجان بيبقى سببه أمراض في القلب النهجان يعني صعوبة في التنفس إيه هو الجهاز المسؤول عن التنفس هو الجهاز التنفسي يعني مجرى التنفس من أول الأنف ثم الحنجرة ثم القصبة الهوائية ثم الرئتين هو ده بعضلات التنفس عضلات التنفس اللي هي الحجاب الحاجز وعضلات السد ده اللي هو اللي بيخلي الأكت اللي بيخلي الفعل بتاع التنفس شهيق وزفير بصورة معتدلة بصورة سليمة أن يبقى كل الأمور دي ماشي بصورة سليمة الرئة سليمة الشعب اللي هو هي سليمة الحويصلات اللي هو هي سليمة مجرى التنفس سليم الغشاء البلوري المحيط بالرئة سليم القفص الصدري وعضلات التنفس الموجودة في القفص الصدري والحجاب الحاجز يبقى سليم كل ده هيؤدي في الآخر لأن النفس يبقى مظبوط بدون ما يبقى فيه مشكلة طيب إيه اللي بيأثر على كده لو إحنا فهمنا بالراحة كده أن الجهاز التنفسي ده وظفته أنه هو بيجيب الأكسجين من الهوى الخارجي وبيدخل الهوى ده فيه الرئتين عشان يبدأ يحصل تبادل للغازات مع الدم اللي جاي من النصف الآيمة من القلب الدم هنا ياخد الأكسجين اللي جاي من الهوى في الحويصلات العوية في الشعرات الدموية ويديله سني أكسيدي الكربون يطرده برا طول ما الأمور ماشية كده الجسم كويس بياخد أكسجينه بياخد طاقته مزاجه حل لما يبقى فيه مرتاحين تلاقي عدد النفس أقل عدد الشهيق والزفير أقل لو جرينا تلاقي الشهيق والزفير يزيد ليه؟ عشان يزود لي الأكسجين اللي أنا محتاجه في الاحتراق بتاع المجود الزيادة بتاع المشي أو الجري أو كده طيب هيبقى هنا في الأساس إن التنفس ده حاصل عشان يمد الجسم كله بالأكسجين اللي محتاجه عشان الطاقة اللازمة للحركة والنشاط والتقاثر الخلايا وإن الخلايا تبقى حية وحيوية وتقوم بوظيفته طيب إيه اللي ممكن يعمل نهجان؟ أولاً أي مرض يؤثر فيه الجهاز التنفسي زي ما أنا قلته كده من أول الأنف لغاية العضلات التنفسية بما فيه قلنا بقى الرئة القصبة الهوائية الحويصلات الهوائية الغشاء البلوري إيه اللي ممكن يؤثر فيها؟ لو أي مرض يعني مثلاً لو مرض في الحنجرة وقدى لانسداد الحنجرة بعض الشيء هيعمل نهجان ويعمل خنقة لو مرض في الحقصبة الهوائية هيعمل نهجان ويعمل خنقة لو الحساسية اللي على الصدر اللي هو الرب والشعبي يعمل نهجان ويعمل خنقة لو التهاب رئوي ودلوقتي الكورونا بتعمل جزء من التهاب الرئوي فبيعمل نهجان ونقص في الأكسجين فكل ده أسباب فيه الجهاز التنفسي تعمل نهجان لو فيه مرض في الغشاء البلوري لو فيه سكاب باللوري اللي هو مية في الغشاء البلوري تعمل نهجان لأنه هي الرئة بتتقلص حجمها لو فيه ورم لو فيه مثلاً فيه مثال قوي جداً للنهجان هو الرئة المنتفخة نتيجة التدخين المزمن زي اللي هو اسمه الانفيزيمة أو كمان الـ COPD الرئة المنتفخة دي بتبقى الرئة أكبر من حجمها الطبيعي لكن وظيفتها أقل من الوظيفة الطبيعية كل دول ممكن يعملوا نهجان إيه ممكن يؤثر على الرئة يخلي يحصل نهجان هنا المربط الفرس هو أمراض القلب اللي بتؤدي لإحتقان رئوي أمراض القلب اللي بتؤدي لإحتقان رئوي هتؤدي إلى نهجان أو صعوبة في التنفس أو كرشة نفس إيه هي الأمراض اللي في القلب اللي ممكن تؤدي لإحتقان رئوي أمراض السمامات وخاصة دي السمام المترالي ضعف عضلة القلب بيؤدي إلى حدوث احتقان رئوي ونهجان معظم مثلا لو جيت جلطة حد في القلب قدت أن العضلة ضعفت مرة واحدة هتؤدي إلى احتقان في الرئة وتؤدي إلى نهجان النهجان ده بقى درجات طبقا لدرجة المرض يعني مثلا لو حد عنده مثلا عضلة القلب ضعيفة حد إلى حد ما مثلا هيبقى الاحتقان متوسط يعني هيبقى النهجان برضو متوسط زي ما قلنا النهجان بنقسمه من واحد لأربعة طبقا للدرجة قلنا الدرجة الأولى اللي هو النهجان فوق لما نعمل موجود فوق المعتاد لغاية ما يبقى الدرجة الرابعة والأخطر النهجان وإحنا مرتاحين طيب إمتى إننا المريض يجيلي يقول لي إيه أنا عندي نهجان هل ده لازم في القلب أو في الرئة؟ طب هو ليه القلب لما أثر على الرئة وعمل احتقان رئوي الرئة بقت ما بتشتغلش بصورة كويسة وبدأت عايزة تشتغل أسرع عشان تعوض الأكسوجين ده طيب هل فقط القلب وأمراض الرئة اللي ممكن تعمل نهجان؟ ممكن واحد عنده أنيميا شديدة فالأنيميا الشديدة دي بيبقى الهيموجلوبين ده هو اللي بيمدي الجسم بالأكسوجين بيشيل الأكسوجين من الرئة عن طريق الدم ويوديه للخلايا طيب الهيموجلوبين ده لو قليل فالجسم رايح له أكسوجين قليل فيبدأ الرئة والقلب عايزين يعوضه فتبدأ الرئة تتنفس بصورة أسرع عشان تعوض نقص الأكسوجين ده عن طريق زيادة عدد الشهيك والزفير يبدأ القلب يضق أسرع عشان يعوض نقص الأكسوجين ده على أمل أنه هو يقدر يمد الجسم باحتياجاته اللي هو محتاجها فيحصل من الأنيميا مثلا نهجان ويحصل منها سرعة في ضربات القلب فمن هنا الحقيقة النهجان ده عرض مهم جدا لازم أي حد لما يشعر أنه هو بدأ يبقى فيه صعوبة في التنفس لازم يلجأ للطبيب هو الطبيب هيبدأ يعرف منين يودى على فين هل ده أمرض في الصدر ولا مرض في الجهاز التنفسي من أوله إلى آخره ولا ممكن مرض في الأعصاب فيه مثلا ضعف في عضلات التنفس اللي هي في القفص الصدري أو ضعف في العضلات أو ممكن مرض في الحجاب الحاجز وهو بيمثل جزء كبير من عملية التنفس ممكن يبقى مرض في القلب زي ما اتفقنا وأمراض القلب كتير اللي بتعمل نهجان يعني معظم أمراض القلب هتعمل نهجان يعني لو هو حتى الإمداد الدموي مثلا في حالات ديكو الصمام الأورطة هيبقى فيه الإمداد الدموي قليل وبالتالي الأكسجين قليل وبالتالي هيبقى فيه إحساس أنه فيه إرهاق وهبوط والجسم يبدأ دورة دموية ديد أسرع والتنفس ديد أسرع عشان يعوض نقص الأكسجين ده من هنا نحب نتكلم السادة المشاهدين واللي بيشوفونا إن أي حد يشتكي من نهجان ما يهملش الموضوع الموضوع بسيط جدا وفي نفس الوقت يعني هو بسيط في التشخيص لكن إنت لو اكتنشت ده ممكن النهجان ده يؤدي إلى حاجات خطيرة جدا 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 يعني النهجان ده لو هو مرض في القلب ممكن يؤدي في الآخر إلى اللي هو البلمونر إديمة إن يحصل ارتشاح رقوي الارتشاح رقوي ده قاتل يعني لو أنا طنشت نهجان في نهجان في نهجان نتيجة مثلا ديء في الصمام المترالي وأنا طنشته وقعد أقول لا ده بكرة هيروح بعده هيروح وتعد الأيام ويجي ده بيزيد مع الزمن ومع مجهود كبير مع طالعة سلم عالي مع شيل حاجة عالية مع زعل مع أكل مالح كتير تلاقي المريض ده دخل في حاجة اسمها ارتشاح رقوي وممكن لو ما تلحقش يعني يحصل له مشكلة كبيرة جدا لكن هو كل حاجة في بدايتها بتبقى سهلة ومش لازم زي ما قلت إن كل اللي بينهج يبقى عنده قلب أو عنده مرض خطير أو 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 ممكن اللي بينهج ده مجرد شوية أناميا يتعالجه الدنيا بقت كويسة وبقت لطيفة مجرد ان يبقى فيه مثلا حاجة في بدايتها اي مرض في بدايته في القلب او في الصدر مثلا بيبقى فيه ساعات اللي هو النهجان مزمن يعني مريض معروف ان هو طول عمره عنده حتسي على صدره او ربه مزمن وهو كل شوية بيخش شوية ينهج ياخد بخاخات او 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 وبيعرف الدنيا ماشية ازاي ده برضو ما يطنش لان في احيان كثيرة بيحصل تغيرات بيحصل زيادة في الحالة بيحصل نقص في الحالة فده اللي بيتابعه دكتور الصدر بالنسبة ان احنا في القلب النهجان ده علامة هامة جدا 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 وزي ما قلت ان النهجان درجات مختلفة مش كل درجاته واحدة وبناء عليه الدرجة البسيطة بالنسبة لي انا كدكتور مش ابقى خايف منها اوي زي الدرجة الشديدة اللي هو واحد بينهج وهو نايم بيجيلي كتير اوي من مرضى القلب اللي هو مش عارف ينام على ظهره مش عارف ينام على ظهره لانه هو لما بينام على ظهره بيحصل كذا حاجة بتؤدي الى صعوبة التنفس الحاجات دي منها انه هو لما بينام على ظهره بيحسن انه هو يعني الانسان اللي واقف بيبقى الضورة دموية عشان تيجي من الرجلين بتبزي المجود اكبر ضد الجاذبية الارضية لكن لما بيبقى نايم الدم بيرجع احسن للقلب فالدم لما بييجي من الرجلين وكده بيبقى اكتر للقلب ممكن يبقى حملة على القلب فده بيؤدي به الى انه هو النومة مش بتريحه على عكس كل الناس يعني الناس الطبعية يقولك انا هنام عشان ارتاع مريض القلب يجي ينام ينهج اكتر وطبعا اللي بيسمعوني من مرضى القلب عارفين كده كويس او من اهلهم او من اللي شافوهم او من قريبهم عارفين انه هو مش بيعرف ينام بسهولة الا اذا دايما هم كلهم حافظين انه هو طبعا راح للدكتور والدكتور كاتب له مدرات بول المدرات دي او الضبطة بتاعة القلب دي هي دي اللي بتخلي العيان ده يعرف ينام وقلت برضو ان في اللي هو بينام وبعد ساعتين من نوم يبدأ يقوم على كرشة نفس دي حاجات بتبقى خاصة بالنهجان او صعوبة النفس بتاعة القلب طيب ازاي انا اتصرف مع النهجان يعني انا كمريض او انا كانسان عادي او انا كانسان عمري ما تعبت او عمري ما اشتكيت لقيت نفسي معظمنا مع السن كل شوية يعني مثلا اللي كان مثلا بيبزي المجهود ساي 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 عشر خطوات بقى بيعمل مثلا تمانية او تسعة وشاف ان ده عادي شوية بقى تمانية عادي شوية بقى سبعة عادي وهكذا بيتسحب سنة بسنة ده اسمه اللي هو جراديو الأونسط يعني بتحصل سنة بسنة النهجان دي فيه نهجان تاني بيجي مرة واحدة يبقى انا ماشي سليم معافة ومرة واحدة اخش في نهجان طبعا السادن أونسط أوف ديسني اللي هي المرة واحدة يجيلي نهجان دي اخطر لان حاجة حادة معلمش ايه اللي هيحصل من خلالها وممكن تبقى حاجة قاتلة يعني مثلا الارتشاح الرئوي بيجي مرة واحدة الحاجة مثلا زي اللي في حاجة اسمها نيوموسوركس ان يحصل سقب مثلا في غشاء البلوري نتيجة حادثة او نتيجة صادن كده حاجات لوحدها ده ممكن تعمل مشاكل النهجان اللي هو الحاد ده النهجان الحاد ده ممكن برضو ييجي في جلطات الرئة لما حد جاله جلطة في الرئة مرة واحدة قاعد كده نفسه بينهج 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 فنرجو وممكن يكون حساسيه على الصدر وممكن يكون شوف بقى المهم جدا حالة نفسية اللي عنده بانيك أتاك فمين اللي يعني قلت دول ما تخافش مش نهاية الدنيا انك يجي لك نهجان يبقى لازم اللي يجي له نهجان مفاجئ وصدن ده ده لازم يسيبه اللي في ايده ويوده المستشفى مفيش فيها فصال هو ممكن يكون زي ما قلت كده ان ممكن يكون النهجان ده بانيك أتاك يعني حاجة نفسية لكن مين اللي هيقول كده الدكتور مين اللي هيقول كده الدكتور معنا تصال تليفوني أستاذ أحمد من مينيا أهلا بحضرتك صحة وعليكم السلام أهلا يا دكتور أهلا يا دكتور وزيت عندها ضغوطة دكتور عندها ايه ضغوطة أنا سمع ضغوطة مسكعة ضغوطة مسكعة أطول يا دكتور أهلا يا انتها أنا تقل على الستين سنة أي وكشفت عليها كشفت ايه 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 وكشفت عليها وبالدعي لكم برضو مش حاجة نفهم معاها دكتور رحت الدكتور ايه جاذب وصغر وواصل الدكتور اللي قال لك عندها ايه دكتور قال لك عندها ايه ايه طب ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعني أسهل ماشي يا دكتور نبعيدة اهلا ادعي عليك اسمه ايه والله يا بيدي يقول لها عندك التمثل المعدة بس انا مش فاك ادعي عليك للمعدة ايه وبس كده الزغوطة بتمسجها في اليوم الستراج طب هو عموما الزغوطة دي بتبقى حركة مفجأة للحجاب الحاجز فدي بيبقى سبابها ممكن يكون فيه التهابات في المعدة حموضة كرحة في المعدة ممكن يكون سبابها مشكلة في الكلة يعني الكلة ساعات لو فيها مشكلة فيه فشل كلة وكده بتعمل الزغوطة ممكن يكون توتر فدي محتاجة اعتقد دكتور باطن عامة هو هيقدر يعالجها افضل ان شاء الله تحت امرك نرجع تاني للنهجان كعرض مهم جدا من اعراض القلب النهجان كعرض للقلب بيبقى دايما المريض القلب يجي يشتكي يقول انا عندي نهجان هل النهجان دا زي ما قلت مش لازم يخض المريض مش لازم يخضك يعني حتى لو بيحصل لك وانت سمعني مش لازم يخضك بس لازم تروح للدكتور عشان يعرف سبب النهجان دا ايه عشان بناء عليه هيقدر يحدد خطة العلاج بتاعك لو هو فعلا طلع النهجان نتيجة مرض في القلب لازم يحدد هذا المرض هل المرض دا مشكلة في الصمامات نبدأ نعرف الصمامات دي خطة علاجها ايه هل هي تحتاج عملية جراحية هل تحتاج توسيع بالبلونة الاسطرة هل في ضعف عضلة القلب والضعف دا هنعالجه ازاي هل في كذا هل ايه سبب ضعف دا هل في مثلا قصور شريان تاجي هل في جلطة في شرايين القلب هي اللي عملت الضعف في عضلة القلب دا ولو احنا علجنا الشرايين دي الدنيا هتبقى احسن من ضمن علاج القرشة النفس والنهجان بتوع القلب هنقوله بعد ما سمع الاستاذ انور ايوا يا فندي ايوا يا فندي اقمرني وطي التلفزيون وعلي صوتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك انا عندي المنوذة العضرة بتاع القلب ايه لما المنوذة المنشي عندي الضعف الشمال دايما ينمي العراطول حضرتك ايه دايما ينمي العراطول ايه وبعد عملت اي مجهود المنوذة مش هغال محمدس كهراضة لما المنوذة الاي مجهود بان ايك متنح بس المشكلة حضرتك دلوقتي انا سكبت المتسيكل مثل اوي ما كانت تنميل فدراعك انا انام على جنب اليمين ارتاح على جنب الشمال سيكون رحة من نفت انام على جنب اليمين حضرتك انا برتاح اصلا بس التنميل يلت على جنب الشمال رأى الشمال ينام بالمتراعة بزيعة اي يعني هو طب تحت امرك اه هو اناماشي على حضرتك ماشي على علاج اللي هو اه كورون اللي هو النيفولين وتطروا معك ماش عليه؟ اللي هو النيفولين وطي التلفزيون كورين 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 اللي هو قبل التقسيم والشاب يتقسم على ثلاث حاجات حضرتك ده موسع للشعب ولا ايه؟ اه والتوتروماج بس اه اه مش انا قلتلك ايه في التلفزيون عشان اسمعك وتسمعني؟ كيف عني؟ اه بتقول انا مش سامع الدوة الدوة التوتروماج يا فاندين بس نيتروماج؟ لا نيتروماج اه هو انت عملت لسم قلبك؟ وكورون ايه وعملت يا فاندين وقال لك عندك زرحة؟ عند الاندي في عضبة القلب ضعيفة بس وعملت موجات صوتية على القلب؟ اه وطلعت العضلة كام؟ اه 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 انا مشكلة دلوقتي لما نعم على جنب الشمال بيتبتعب جدا 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 الشمال؟ اه ودراع الشمال بينمي طب هو يعني مضطر ان هم مضطر ان هم واحد تاني ونم على جنب اليمين على جنب اليمين من التنفس الشمال جدا جدا ليش اي مشاهد بس اي موجود بعمله اعمل اي شغل اي حاجة موضوع ان هجان بيزيل عني ايه طب ان هجان بيزيل عني طب ان هجان بيجيله ده اه لو هو فعلا بياخد ادوية شريان تاجي او زبحة في بعض الاحيان الزبحة بيجي بنهجان بدل ما تيجي بالم في الصدر يعني بدل ماما المفروض الزبحة بيجي بافيواجع في الصدر في بعض الاحيان في بعض المرضى بيجي ان عضة القلب في وقت الزبحة دي بتضعف سنه وتؤدي الى نهجان برضو الزبحة ممكن لو ما تعلجتش كويس ممكن في الآخر تؤدي إلى حدوث ضعف في عضلة القلب يعني أنا دايما بشبهها بإيه بإن المفروض لو فيه شجرة بيجي لها مية عشان تكبر وكده لو خرطوم مية مثلا بيوصل لشجرة عشان الشجرة تبقى كبيرة وتكبر وكده لازم تدي لها المية المناسبة وكلما الشجرة بتكبر احتياجاتها بتزيد في المية فالشجرة دي لو أنا مدي لها خرطوم المية ده بنسبة 40% من طقته فالشجرة دي مش بتبقى مورقة وخضرة جميلة وكده فبتبدأ أنها تدبل شوية تدبل شوية دي يعني تضعف شوية طيب لو أنا قطعت خالص خرطوم المية ده بنسبة 100% الشجرة دي هتبدأ تضعف كلما فترة الانقطاع التام للإمداد المية عن الشجرة يطول كلما الشجرة تضعف أكتر وأكتر إلى أن توصل لمرحلة أنها ممكن تموت وما ترجعش تاني لكن مثلا ممكن تضعف مثلا وأنا أفتح المية ترجع تاني فمن هنا بقول أن أنا ما سيبشي المية اللي رايحة للشجرة قليل ما سيبشي الشريان التاجي اللي رايح للقلب يغزيه ضعيف أو دي حتى بنسبة 70-80% لازم أعالجه سواء علاج طبي سواء علاج بدعمات سواء علاج بجراحة عشان عضلة القلب ما تتعبش وما يؤديش في الآخر إلى حدوث النهجان اللي النهجان ده بيبقى عرض مش كويس لضعف عضلة القلب وبيبقى محتاج حاجات كتير أيوة معايا الأستاذة ليلى السلام عليكم وعليكم السلام أتكلم ما تبقى أنا يعني عضرة ربنا أجازدكم الخير يا دكتور يا رب الله يخليها يا رب أنا دلوقتي عند القلب من زمان يعني من 20 سنة كده عضرة القلب ضعيفة وكده وبعدين أخذ دواء الدكتور كتاب لي عليه السرايحة اللي هو مكتوب اللي هو نوفو بولج أخذ حضرتك نوفو بولج ماشي وإيزابريل كو كو كيف هو يعني لوحدها إيزابريل اللي هو بتاع المقلمية العريق ده تمام تمام أنا سامعك أه وباخذ كلير كلير أر كلير أر اللي هو بتاع الحكسية أي طبعا أنا مش حكس بروح للدكتور دلوقتي عشان الكورونا والكلام ده مش عالديدي استمرنا عليه ولا رأيي حضرتك حاضر هنسمع بقى إيه الإجابة أنا هقفل أو أنا هقفل أنا فهم طبعا هنسمع الإجابة بقى هنا إن شاء الله نقولها كويس النهجان النهجان الناتج عن ضعف عضلة القلب النهجان الناتج عن ضعف عضلة القلب علاجه إيه وإزاي ضعف عضلة القلب بيؤدي إلى نهجان أو صعوبة بالتنفس أو تقلع السدر صعوبة في النفس قرشة نفس كل دي بيقولوها إخوانا الليبيين بقولوا الدهشة وإخوانا السوريين بقولوا اللهتة فكل دي بتعبر في الآخر عن صعوبة التنفس ضعف عضلة القلب المريض بيبقى مشارك معايا في العلاج الأول أنا لازم أعرف إيه سبب ضعف عضلة القلب لو سبب يمكن علاجه أعالجه لو سبب ممكن أعالجه بأعالجه يعني إيه يعني مثلا لو عيان عنده ضعف عضلة قلب نتيجة زبحة أعالج الزبح لو عيان عنده عضلة القلب مش شغالة بصورة كويسة عشان عنده صمام تعبان أعالج الصمام لو عيان له فيه سبب لضعف عضلة القلب لازم أعالجه طيب الأسباب عليك تهد وفضل عضلة القلب كمان تعبانة هنسمع الإجابة بعد الفاصل أهلا بيكو السادة المتابعين في كل مكان هرجع وأقول علاج ضعف عضلة القلب ضعف عضلة القلب العرض الرئيسي فيها النهاجان أو صعوبة التنفس عرض كمان ممكن يبقى فيه تورم في القدمين أو الصاقين أو سرعة في ضربات القلب العلاج أول حاجة أن أنا أعرف سبب ضعف عضلة القلب إذا كان فيه سبب بعالجه سبب يمكن علاجه بعالجه وبعد كده بنشوف الحالة فضل فيه ضعف في عضلة القلب علاجه طبع درجة الضعف يعني فيه درجة ضعف متوسطة ضعف بسيط ضعف شديد ده كل ده علاجه له علاج دوائي وجزء كبير من علاجه بيتوقف على التزام المريض وإدراكه بحجم مشكلته وهو محتاج إيه يعني بمعنى إيه يعني أنت دورك كمريض قلب مهم جدا عشان أعالج ضعف عضلة القلب أنا كطبيب هكتب لك العلاج العلاج يعني بيبقى عبارة عن أدوية 1-2-3 من ضمنها مدرات بول من ضمنها حاجة اسمها مغلقات الإنزيم الأنجيوتينسينوجين من ضمنها حاجات مثل مصبتات البيتا من ضمنها من ضمنها لكن المريض لو لم يلتزم بمنع ملح الطعام مش هيرتاح ملح الطعام بيخزن المية في الجسم وبالتالي بيزود الحم على القلب ملح الطعام بيرفع الضغط وبالتالي بيزود الحملة على القلب وبالتالي لو مريض ضعف عضلة القلب أثر على أكل ملح الطعام ده هيدره جدا مش هيرتاح في بداية لملح الطعام ملح الطعام هو اللي اسمه سوديوم كولورايد NACL ده اللي هو الأبيض ملح الطعام اللي في البيت العادي لكن الشطة أو اللمون أو الفلفل أو الكمون ده مش ضرع القلب ده ممكن يبقى ضرع المعدة يبقى التوابع اللي هو بتاعه لكن ماهوش ضرع القلب إذا كان نفسك هتتفتح به وفيه ساعات البوتاسيوم كولورايد بيبقى بديل للسوديوم كولورايد اللي هو كولوريد السوديوم اللي هو ملح الطعام إيه كمان دورك كمريض دورك كمريض إنك لما تيجي تاكل تاكل وجبات صغيرة ليه لإنك إنت لو مليت بطنك قوي بيبقى حملة على الدورة الدموية فبتبقى حملة على القلب اللي هو أصلا مش قادر يتحمل وهو ضعيف فما بالك لو أنت زودت الأكل فزودت احتياج الدورة الدموية أكتر للمكان الجهاز الهضمي ده فده هيتعبك أكتر فلازم لما تيجي تاكل حاول تاكل أكل مش مسبك أكل مش محتاج هضم قوي يعني ممكن تبعد عن الألبان كاملة الدسم ممكن تبعد عن المسبك قلنا الملح خلاص ده أول حاجة أو حاجة لوحدها أما تيجي تاكل تاكل مسلوق ووجبات صغيرة سنيكس يعني ممكن تاكل كل ساعتين لكن ما تملاش بطنك أبدا أكل لأن ده بيعتبر بيعتبر حملة على قلبك اللي هو أصلا ضعيف إيه كمان دورك كمريد قلب دورك كمريد ضعف عضلة القلب إنك هنا الأمر كله بيعتمد على أدوية ومدرات بول وضبط ضربات قلب وضبط كميات المياه اللي في جسمك وضبط الأمور دي فدي بتحتاج منك بعض المشاقة في إنك تبقى أقرب إلى الطبيب المعالج يعني مفيش مانع إنك مثلا لو الحالة مش مستقرة وكده ممكن كل أسبوعين تروح له لو الحالة بدأت تستقر وإنت كويس تروح له كل شهر ولو قبل كده كمان لأن فيه حالات كتير مش بتستجيب بسهولة إذا المريض كمان خاصة ما سمعش الكلام وفيه أدوية جديدة وكتيرة بتعمل أمل لمرضى ضعف عضلة القلب فيه يعني دواء موجود في السوق بقى له سنتين الدواء ده بدأ إنه يجيب نتائج أفضل وفيه بعض التداخلات بمنظمات ضربات القلب اللي بتزبط السينكرانيزيشن بتاع العضلة أو بيبقى فيه حاجات كتير بتساعد العلاج فده بيديك أمل أهم حاجة تلتزم بما كل معنا تليفون واحد أستاذ مجاهد أستاذ مجاهد به أزاي حضرتك يا ربط الحمد لله ربنا يحفظ حضرتك من كل سوء يا رب الله يخلى حضرتك بالنسبة يا حضرتك عملت حضرتك في الدعامة أتبقى حضرتك بسبعة أنواع أدوية حضرتك أدوية حضرتك أستمر حضرتك عليهم على طول أبطول إيه؟ بعك سبع أدوية أدوية أيوة؟ أه همشي حضرتك تعدك همشي بهم على طول إنت أستاذ ما هو أنا مش عارف إيه السبع أدوية؟ حضرتك اللي هو الترتاست حضرتك كاثنين ونصف ورونين خمسة وعشرين حضرتك ودوها سبريل وبلكلام ودوسترين طب هو عموما يعني هو الدواء مش هيقف إلا لما الدكتور يقولك اتعدله أو يقف وهو ده مش بيتعدل بمجرد تليفون أو مكالمة ده بيتبني على أساس الأعراض وعلى أساس الضغط وعلى أساس النبض وعلى أساس المتابعة وعلى أساس السماعة على صدرك وعلى أساس حالة الرئة نفسها وحالة الصدر ورجليك فيها مياه ولا مفيش ومثلا رئابتك فيها مثلا مشاكل ولا مفيش فده أن أنت تكونك تمشي على الدواء من عدمه هتمشي هيحصل تغييره ولا مش هيحصل ده محتاج فحص وبناء عليه نقول إيه اللي ممكن تستغنى عنه وإيه اللي ممكن ندفه لك وإيه اللي ممكن نزود جرائته وإيه اللي ممكن نقال الجرائته تحت أمرك أمر أنا كنت حضرتك ماشادي وحضرتك على برولين 25 مش موجود حضرتك في السوق أنا مش سامع إيه برولين دي أرولين حضرتك إيه أرولين أرولين إيرالونر أه إيه 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 لا فيه بدائل لكتير أنا بأخذ كنت بأخذ حضرتك اللي 25 فمش موجود بأخذ حضرتك اللي 50 ماشي يعني أنت عضلة القلب عندك ضعيفة آآ مش حارب ما ده مبيتاخدش ده في الدعمات ده بيتاخد فلعف عضلة القلب آآ وهو ده موجود له بدائل كتير لو أنت يعني وأعتقد أنه موجود مش نقص مش بدائل يعني حاجات كويسة برضو يعني يعني هو حضرتك أنا يبتل له حضرتك اللي 50 ده اتعادتك أنا مش عليها اتعادتك هو حضرتك إحنا بنبدأ بالـ 25 وعكاة بنيدي الخمسين فأنت لو ماشي بولاك فترة الـ 25 خد خمسين ماشي فاند محبناك بحضرتك يا دكتور تحت أمرك يا فاند مش عاكرين يا دكتور ربناك بحضرتك الحج سيد أهلا وسهلا حالو سلام عليكم وعليكم السلام إزاك يا دكتور الحمد بالله ربنا يبارك فيك والله يا دكتور والله يا دكتور أنا والدي والدي يعني رجل متخطس سبعين سنة اه وتعبان بيجلون هجان من أهل مجهود ايه بياخد علاج يعني ممكن أقول اسمه يعني ما أقول اسمه سيوفلين موسى للشعب الهوائية ماشي يعني هو بيشتكي من صدره من أمراض صدرية يعني حتى لو طلع السن ما هو هاتف الدور التاني لو طلع السن بينهج من أهل مجهود بيتعب طب إيه السؤال هو دلوقتي يعني ما فيش علاج هو جاي عليه بص يا باشا هو أول حاجة هو السن بتقول فوق السبعين فأكيد مجهوده مش زي السن التلاتين فإنت ممكن الفتنس بتاعه يقل شوية ركب توجع شوية فده مقبول بدل حاصل واحدة واحدة رقم اتنين إنه لو بياخد الدواء ده ده موسع للشعب الهوائي موسعات الشعب الهوائية بتستخدم في حالات إما إن فيه التهاب في السدر إما إن فيه حساسية على الصد وفي كده أو كده ده بياخد أدوية اللي هي يعني بيكشف كامل مش بيمشي بس على موسع ممكن يمشي على بقى طبع الحالة ومو هيخب بخاخات ولا مش هياخد وكده وإيه السبب ومش إيه السبب هو يا دكتور بيمشي بيمشي كويس أما الطلوع السلم هو ده اللي بيتعبه دايما يطلع كم دور يتعب الدور التاني هو يعني قلب السلم واحدة بيتعب أما بالنسبة للماشي مفيش فيه مشكلة طب آخر مرة كان بيطلع الدور التاني هو كويس إمتى لحد مثلا الإسباني اللي فاته دور اه يبقى يروح يكشف ضروري جدا إنه شوف قلبه ولا بطنة بقى يا دكتور لأن إحنا احترنا في المسألة دي إنت أصلا روح تلمين قبل كده إحنا من طنطة وروحنا للدكرة لا لا مش قصدي اسم حد يعني المريض لقبيب إيه قلبه ولا بطنة ولا صد لا هو كشف قلب آخر مرة كان قلب ودكتور القلب قال له عندك إيه قال له يعملي بالمجهود بالمجهود إزاي؟ تبقل مش قادر يمشي ولا بالمجهود الدوائي آه يا دكتور طب بص يا باش هو عموما يعني هو طبعا مفيش مانع أبدا إن إحنا نفحصه قلب نشوف هل إذا كان فيه سابو خاصة لو عنده سكر أو ضغط أو بيدخن ومسلا ما ينفعش يكون بيدخن وإحنا عادين نحكي في الحكاية دي كلها هيعمل ممكن رسم قلبه ومواجهات على القلب نشوف فيه أخبار القلب إيه وأخبار الشران التاجي وأخبار عضلة القلب دي قصة ثانيا هنسمع صدره هنشوف إذا كان فيه التهابات إذا كان هو أصلا مدخن قديم وشارح فبيحصل زي ما قلت لك فيه حاجة اسمها الرئة المنتفخة دي وبيبقى نفسه مش كويس مع السن ومع السجائر الكتير أو مع التدخين الكتير فالأمر بسيط بس يكشف وخاصة أنه كان كويس من أسبوعين فلازم يتشاف إيه اللي حصل في الأسبوعين الأخير دول ممكن يكون جاله التهاب ممكن يكون جاله كورونا خب بالك برضو يعني الكورونا سبب موجود لحدوث النهاجان لأنها هي بتمسك في السدر وبتعمل نقص في أكسجين وهيبوكسيا وكده فده كله لازم قدام الدكتور ممكن تروح لدكتور قلب كويس أو دكتور صدر يعني بس تفحص قلب إيكو ورسم قلب تحتهم وفي النهاية أحب أقول لكل السادة المرضى أن أنتوا لازم تحتاط جدا من حاجة اسمها نهاجان لما يجيلك نهاجان تتوجه للطبيب وإنت رايح للطبيب بتبقاش قلقان قوي لكن أوعى تنم في بيتك مرتاح وإنت عارف أن بيجيلك نهاجان ما كانش بيجيلك قبل كده النهاجان ده إن شاء الله ما يطلعش حاجة أو حتى لو طلع حاجة نعرفها في أولها لو في القلب نعرفه في أوله لو في الصدر نعرفه في أوله لو لأي سبب نعرفه في أوله عشان نعيش دايما حياة صحية دائما وخالص أمنياتي لكل مشاهدينا بدوام الصحة العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته